موسيقى ساعة تصفي أكثر 150 ألف شجرة زيتون في أكثر من 50 نبأ غنية هلأ هي ساعة ونص لنبيروت بكعب الجنوب بس ولا أروعة من هيك مشوار كتير طويل بضايع من أحلى دي على لبنان موسيقى موسيقى أول شيء بنتا مانقوشي خير شكل استراح تسهل قالولي موسيقى 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 عن طوني واللي بيجي من إبالكي عن طوني واللي بيجي من بيروت أهلا وسهلا فيه أنا دانا عزار برنابة فاتحة فرنصغير اسمه إستيراحت السهل هلأ قلت فرنصغير بس أنه ضحكتك وقلبك بساعة ألف محب هيدا أول مرة شوفها بهيك بهذه الطريقة خبرينينا عنا كذا كيف تلعك الفكرة هيدا الفكرة فكرة قديمة هيدولي من ستاتنا وإمياتنا وهيكين ويعملوا لنا إياها فهلأ نحنا قديش منعملها بعد ما شطرنا مثلهم هني كانوا أشطر هم تحكوا عن شي فينا نسميه زبطون الكراسان اللبناني بدل ما كيف الكراسان بلفوا لف بحطوا زبدة بين لير و لير هون بحطوا زيت زيتون زيت درميماس ما بنققت على القميز بنققت دغري بتم بفوت على القلب أحبك راح تحبو كتير بس الدوقوا زيت درميماس قمكم فروطة زيتوني يا جبا سهلا وسهلا فيك كيفك؟ كيفك؟ وانت واقف هلأ تحت سندياني شاهدي لعراقة هالدار اللي عمره 1200 سنة يعني فينا قال لك سعدت خبرت كل العالم على انستجرام أنه جاي لهون ما حدا مسألنا عن الزيتونيات و ما حدا مسألنا عن زيتات قالوا ليه الدار الدار أول شي خبرنا عن هالدار ليش عظيم هلأ؟ الدار عظيم لأنه عمره 100 سنين دار مقدس يجى شخص بدوي بنت بدوية اسمها مونة على الإدس عملت رحلة وظهر له شي وقال له أنت بديك تبني هذا الدار على اسم الإدس ماما لذلك هيدا الدار مقدس هيدا الدار إلو عراقة لأنه عمره صار 620 سنين بنا هيدا الدار بال 1400 من هون إجى اسم الضيعة؟ من هون إجى اسم الضيعة نعم حيالة شخص في يجي يتشوف المنظر ويجي يزول بهم نحن هون هيدا دار بيضال مفتوح لكل الناس صيفا شتاءا شو بدي خبرك لخبرك بكف المطاحن اللي بتشوفهم حد النهر في عنا أربع مطاحن عمره مئات السنين كانت العالم تجي من كل المناطق اللي تطحن الأمح في هون اللي هن بيقرب نهر اللي يطاني وصوت المي بعضو كثير قوي وصوت المي منسمعو من النهر لهاللحظة اللي نحنا وقفين فيها وقلعت شئيف من الفوق حتى لو واحد بيقولتا بشو هو المنظر ما عمشو في البحر المنظر مش بالبحر المنظر بالعظم الموجودة بالخضار بالشبال بالمي اللي حفرة لطريق والحوايات كانوا بني بيعز الشتاء موسيقى حكينا عندي يرسلوا من أكتر من 600 سنة بس اللي بيلفت النظر رح تقوله ده ما كل شي بطون كيف يعني سألو 600 سنة؟ لأنه نقصف ب 2006 على الأرض اسراقيل ما خلت شي منهم رجع نبنى كله صواب من 2006 إلى 2010 ونبنى بطريقة يرجع يبين قديم آيكونات رجعت محطت رجع نبنى كلهم في سايفو الساق واليوم نتعلمش جديد أنا اللي صلي بالأكل أكتر من 10 سنين في قديس للطباخين فكل واحد طباخ يعرف قديس واسمه أفروسينوس مركبين حجرة حجرة مجيزة نبنى بتبقي البرمي في السوق القديم في الضائعة القديمة ومن ثم ترقاته وهي نبيع الخضار بيوت القديمة الحجر أموشنز و أموشنز مرحبا 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 عذا هوايات حلوين منظر حلو و بتعمل المونة دا جبلية ايه كله شغل ايدي انا اسمي تاريز عزر الي عشر سنين بيشتغل بالمونة البلدية و كله ببلش بها من اول لالاثر يعني ما بيشتري شي خالص رقم تليفوني 78 920 642 اغلبية الاشية موجودين هون متضيعة لأ أنا في محل بشتري منه بعطموه يعني هارة نوعية الجيدة بروك بقصه دوقت وشنشيره عليها بزيت الزيتون تقريباً ببلغش؟ كله ايه تقريباً ايسا وقتول الزيتونات لون شحاني في بقلبهم زيتون أخدر زيتون أسوار ايه جوز جزر فلافلة حرة وفلافلة حرة خارش شربت الكيس إنه طيب مع الكيس في هاللهنة تخيلوا صلاطة بقلب مرتبان حراتها هيك ميزيين بقرص وزلعيم الزيتات بي شو بدأي لكم بيزكسكوا كل اللسان قرشة اتلاعكم فيورين من اللبن شربيني شربيني الزيت مكسيموم وحمودتو وزيتون كمان بإذا تحبادوا أبغينا رأييك اللا معكم موفقين شكرا مع الزيارة موسيقى هذه درجة الطفولة ومعودين هن بك ضايعها إذا انت تحبت أنا كيف شايف بعد بعرفكم عن رانين رانين دققت لي وقلت لي لازم عرفك على ضايعتي خبرين عن دير ميميس صارنا شهر من خط دير وتليفون جاي وتليفون رايح بدأ عرفك عضايات متل ما شفتو هالبيوت الحالو الدير اللي بيبين من هون الطرقات القديمة لصغير الدايقة والبيوت الحجر موسيقى 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 بيوت بيوت السوق القديم بضايع القديم. السيارة ما بتوصل لهون. وبعضهم هون البيوت القديم منهم مهدى منهم لا. وتشوفوا ناس عايشين هون اغلبيتهم كبار بالعمر. سيف شتي. الجو الاجواء الوايب شي كتير حلو. ابو ويليم. يا هلا يا هلا يا هلا. خبرني خبرني عن هالضايع. انت هون سيف شتي. اه اكيد. وبيضل في ناس معك. اه معلوم. كم بات تقريبا. يعني في حوال الشي. خمسة وسبعين للميت باب. طب انا بديش عقا سأل زيت السؤال بسأل الكل. طب الارض ارض ولبنان لبنان. ليش زيتونات كون مهمين وليش زيتات كون مهمين. زيتوننا البلدي الاصلي الدرميماسي وربنا دخيل اسمه هو اعطانا هالخير الحلو. ضيعتكن بعد ضيعة. طبيعة الضيعة هواها. عنا نهر اللي تاني حدها بيضل يردل من اجواها. عنا زيتوننا اللي عمروا الاف السنين. عنا الزوريب البعدة زوريب. المحافظين على تراثنا. ايه دا تراث. عم نحكي عم نحكي عم نحكي عم نحكي عم بيقولوا بالالفان سنة يعني ممكن المسيح شيفهم. هذي وهي اكتر من الالفان سنة. صار لالفان سنة وطلع قديش حاملة. اسم الله اسم الله اسم الله. ومن جوه دخامي دخامي كل هوا للشجر. صارنا عم نشوف عشرة خمسة عشر شجرة واكتر من الوفات مش من ميات سنة. لبنان شبال كتير حلبين هوايات بيخضو العالي. سهول. سيتون على مدن مزر. وبالاخر الحدود. وفلسطين المحتلة وارا. نحنا دههرنا من دير ميميس بس ونصلنا على الحدود يعني فرق كم متر فقلنا النقطة عم نشوف شوي الحيط اللي عم بعمروه. البيوت بس سنفرجيكم المشجة على هيدا المنطقة تأخذ فيكم. موسيقى مرحبا كنت منتظركم هالأدي في عجب. هاي زياد. كيفك زياد فرانش. عرفونا عنكم. جاد. جاد. هاي لين. شكلة. هاني. اين. 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 كيف bekla me? طيب دغن اين. بيصلاب الموضوع الموضوع. أوه نضيفك أول شيء عصير حلو. يلا عزيز. من دير ميميس كمان. هاي برمعتنا من يو اس ايد اي د approximate. ات想ار كاريتاس. كميوتي سان تبا دير ميميس. نحن عملنا ويبسايت لنبيع غراض دائم يمازل بايروت والضيعة المجاوزة، صار لعنا صد ضيعة يعني غراض تراز بلاقيه عنكم؟ مظبوط غراض تراز بتلاقيه عنه كل شي في عالم يعمل مونة بضيعة بتلاقيه منهم طب كل العالم اللي بتضيعة اللي عنده مونة اللي ما كانت تعرف تبيعه اللي ما كانت تعرف توصله على بايروت اللي ما كانت تعرف تصدره برات لبنان نحن نكتبهون منوصله كل شي على بايروت بزيت سعر؟ نو مظبوط بيرفكت اذا كلها تجي على لبنان عملت هيك فهنا نبيع كل منتوجات لبنان وكل مونة لبنان كبسة زجل؟ شرب الأفاندة هاي كمان سعر بزيت مظبوط اينا معرفين بأكتر من زيت الزيتون مشاركينش لحرودنا لبنى الزغطر هو اللي تبعه تراز fromthevillages.com fromthevillages.com شاشعونا لنشاشع الدين موسيقى مختار مرحبا مهلا هادولي تضايق عندك الأخبار عندك القصة كلها عندك كيفت مفضل هاين موسيقى دارميسة مرحلتان مرحلة قولها أمر أشياء في التانسينة ومرحلة جديدة شيء خمس بات سنة نحنا بدأ نحكي عن مرحلتان لدار ميلاسة قبل الدار وبعض الدار أول مرحلة بقاعدة بعرف على هشين يعني بقولوا بعض الأشخاص إنو دارميسة ما كانت به الموقع هدا مما قولت كنت هناك في محل اسمه الخرايب كانت الناس تعمل العمارات كلا اللي لاتها وبعضها وفي طاع بين البيك والبيك حتى إذا أجولوا اللي برديها ضونه من عاية لمين للجيران سكن درماس اللي موجودين هون وبيروت بيصيروا بين 1700 وال2000 هون اللي بلبنان هون اللي بلبنان وفي ناس كتير سيفر سكن درماس اللي بره 6500 درماس 3-7-3 منشورين بجميع أنحاء العالم أكتر بلدين رحت على يا وين مثلاً أمريكا شمالي البرازيل كل هول إلي كلهم إليك أحلى وسهلة فيكم طب أول شيخاً بباليش خبري العالم أنت مين شو بتعمليه وليش هالأكلات يعني بعد ما دقته حاسس فيه فيه نفس بشكل مش معقول أنا صفاء قاعدة هون بدر مميس بشتغل بعمل أكل عالطلاط لكل المناسبات سيف شدي قاعدة هون كايترينغ فينا نقول من البيت يلا رقم التليفون 71-650-764 إذا الأكل طيب هيدا بيصار 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 ما أعرف هوني بالجنوب أكتر شي ممكن معروفة شو مكوينيتو فول مجروش ومع برغل يعملونه بيصار 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 شو نعرف في لبنان 100% واو ما بديك تدوء انت رح تدوء هاي وأنا رح تدوء هاي والخضر معي على البنان أوكي بيصار بيصار يقول لتغدوا الشباب أنا فالي الله معك من زمين 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 إجا واحد شخص أمريكينا على البنان شايفكن عم تعموا زلابيا إجت الفكرة مهدومة ملفة سميها دونوت ما كنت عيفها الخبرية يمكن طلعت معنا هلا شو يعني زلابيا هي عجينة مقلي stora شو ما كوينة العجينة تحين بهارات، ينسون الضماو hooked حلقة الكريم ؟ سكر وسكر وخميرة كل دائعة تعمل على طريقتها في دائعة تعملها مثلتها ك absolutely في دائعة حيثت هكذة شوثت هى يعملوثوه أربع جور بنصا كل واحد يعملوها على طريق ايه أكيد، كل واحد على طريق زكرتو جاوة من الصبح رجع زهري يعطيك ألف عاف يا حنجاد مرسي الله يعافيك جانو ما في منك أنا ببلش وأنا بختم أنا رح كف نهاري تتخلص الحقنا زباك هلا بشوفك آخر شي عنا عد الساف أهلا وسهلا فيك قبل أول شي بدقلهم بدقلك مرسي بدقلك مرسي مرسي أربع ساعات ونص على الطريق مشوار من بيروت لدار ومفر ساعات ونص للمبدأ مرسي 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 بعد ما شفنا المعصرة بعد ما شفنا الأهمية كيف بتمشي هالزيتون وين بروحوا فيه كيف بيعملوا زيت كيف بردوا يطلع طبعا يلا هذا المشوف افضلوا رائعا المعصرة اللي شفينا هون هي ستينلس من الميل كتير متطورة ينكي من الأهم من المنطقة طبعا نحكي عالكل بعدين هون على جنفة عندنا بيبلش بالطريقة القديمة اللي هي الحجر الحجر اللي بيعمص وبعدين نمشي بالبروستس بالدور يعني إذا كان كتير ممسخ الزيتون ما عبيلحي أول دور بيا سنعطعين دقريبا 6-7 متار بس عمل نظف بس عمل نظف بلشنا نعمشي تانا بعد ما عملنا شيء مغسل مصبوط بيت رجول حطات الزيتمو 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 وبيطلعهم لفوق بيكبو بأي من الحجر ليش القرار أنه تعملوا قديم مع جديد؟ اليوم كان فيك تجيب أنت مكانة صغيرة هلت بروشنبر صح شو القرار؟ بس فكر فيها أنه كان قديم الحجر يعني كانت طعمة الزيت على الحجر تختلف كلياً مثل الكبية عبلة بتجرهم تدق الكبية أو بتحطها على الموليناكس وتكلها الكفتة على الساتورة أو الكفتة بالموليناكس مية ومية طبعاً نقلنا من قديم قديم وهلأ بلشنا نقل على مكانات كثير متطورة كثير متطورة وكله ستانليس وكله على البيريد كله على البيريد حرارة ها فيه؟ ما في حرارة بس تنزل العجينة تقرب العجينة لفترة 10 ساعة لها هون صار عنا العجوة الزيتون ومي ومي وكله مخبوص ببعضه عجينة بعدين نسحبها على الديكانتر الديكانتر اللي هو على القوة على ضغط الماء بيكب الماء من الماء للزيتون بيكب البذر منهم اللي عاجوة بتطلع منهم نسحبها أكيد لبرة مية الزيتون بتنزل منهم والذات بيذر منهم هيدا اللي بيه كانت نصيحة لإليك إنه هادي الماء اللي بتطلع من الديكانتر مباشرة رجع صفية لأنه بيقلولك 5% على طول بيضل يهرب الديكانتر جفت الزيتون بيروح بنعمل فيه حطب للشيطة ممنوعين كب الماء بدل ما تلوث مرجع بنستعمله ومنشيل بعد منا زيت أكتر نشيل بعد منا زيت والزيت الأخير والزيت الأخير والزيت منشي تبلش لتوصل لهون يعني عب تحكي وان أور ساعة ساعة بكل طون أسيومي طون زيتون بدو ساعة بس هون بتصير كونتينوزلي متل ما قلنا ستين لستيل ستين لستيل ستين لستيل دو ما فيه شبابيك ما فيه يعني مش قوضة بقول سعر سعر لمحل ما كل العالم فينا ضب زيتات وبدوان وثنين سنتين بكل ريح وثنين كمانا الزيت عندكم بالبيت ممنوع يدقوا الهواء وممنوع يكونوا تحت المجلة لأن ريحة الصابون ننزع الزيت باي مرسي قبل الباي لحظة أنا بعرف أنك أنت بتقدم مساعدات مؤسسي قول وطعمي لناس محتاجين فبدي أقدم لك ثلاث تنكات زيت من عندي لها الجماعة نساعدهم فيهم ونحط إيدنا معك إن شاء الله بموسم جيد الله يقدرنا ونعطي أكتر كمانا شكرا لك وضلت أنت بصحتك وبهمتك كل طعمي مبادرة عم نعملها ثلاث تنكات زيت اليوم أنت إيش حقهم؟ يعني ما بدي إلك مليون وشي؟ قول مليون إن شاء الله الله يقدرنا ريش على عندك مرسي أنا ناطرك بإذن الله خطامه همسك يعني ساعة اللي بتكون برمته بالضايعة وشفته مشيته كتير وشفته الحجر القديم وأكلته أكل تقليدي بتوصل على محل بالآخر فيه شي هلقدي حلو هلقدي ملون هلقدي مداري تخبرين عنك أكتر سويت تنكس سويت شوت محل شوكولا بمرج عيون بلش من ثلاث سنين كيكس لكل المناسبات بيوصوا قبل طبعاً برم التليفون فيجل عندي سبع واحد ثلاث ثماني ثماني ثلاث 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 سبع سفر ثلاث سبع سويت تنكس سويت شوب على انستغرام انستغرام فيسبوك وين مكان مرنا نحن سإشتاء ما الشجل بعد المنطق الأمر قال سوايت تنكس أيها البلد سراح ليس سبيل أحاول شعر المدينة وسضع ممثقة 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 فيها the top things of everything خيتامها ميسك الشباب هنا هي عم نتغدى عم ناكل ديسترات وغيرات بتوصل على بيروت عن جد يتوصل على بيروت ديرمي ميس ما بتتفوض تعالى هون قد نهار سأل معكم رقم تليفونات الكل تعالوا شاجعوا الضيئة تعالوا دعموا الضيئة وإذا بدكم بسبتمبر تاخدوا معكم زيت الزيتون من أروع زيت زيتون بالمضة منخلص بفيو شوي رويق وتحطوا تحكي عوجكن وتشوفوا وتكتشفوا أكتر وأكتر أحلى بلد بالعالم أنا بها الوقت عندي كتير جافتوية بلد الجرون خبريني ليش عن هون خبريني عن باية قلتلي جون تغطيني حميس يلا بتبصر لي يلايس يلايس سبحان Powell يلايس تجلس تجلس هل سمع؟ نعم وينكي فش يلا